أممم؟ سلم نفسه على طرف؟ جاهو قال كل حاجة جم اتف cùng في الاسم كتبت في المحضر. كل قدر معنا بكرة قدام النيابة حينكر وبقافتيك للكلام ده كويس قوي رقوف رمضان محامي وفاهم كل حاجة وحيقول لهم انتو أكبر توء وهدد توء وحيطلع من هزي الشعرم العجيب مش موحب موحب إن أنا كشفت قدام يسرية وعيلها بقى ما قداموش غير السجن成 وش شعر طب وأهلك دلوقتي عرف حيث نياتك أنا مش عايز منهم أي حاجة أيها طب هتسدد ديونك إزاي؟ هتصرف تصرف إزاي فهمي؟ يا حلمي خلاص بقى ما بعدش فرقة وأنا معترف بالهزيمة بلغت لما تهزمتش وأوراق الضد اللي موجودة هنا هرفعلك بها قضية هتكسبها وهي الأيام أثبتت إنهم محتاجين لك وإنت بتنقذ أهلك كل يوم من كارثة وراء الثانية ما حاجيش منه بقى خلاص يا حلمي الله 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 رب صدفة تنخير من ألف معاد يا أولاد يا أخي أنت ليك عين تيجي في أي مكان أنا فيه؟ أنا مش جاية أتمل بوشك السمح أنا جاي للمحامي حلم صنع الله بقولك يا أبو حلمي أنا جاي يعني في واحد ابن حرامه وقت كده تبلع علي وبيقول إن أنا يعني حردته إن يحول قتل أخين شائقين من حادثة مدبرة لموت قضاء وقدر رقوه في رمضان هو ابن راطي ده وأنا ما بجيليش من العلة دي غير كل راضي ربعد عن أهلي يا عبدالله ما تجيبش سيرته ميئة أنا عايز تعمل إيه يا أهل؟ أو أكون عقلك بيشاورك يعني إن كنت تعمل زي المرة اللي فاتت لما كنت عندك في البيت راجل ضيف محترق وعزة جلال الله اللي فكر يا حلمي الدين ألم حرده ولو عشرة هضربك يا عبدالله هضربك في أي حتة أنت فيها لو ما بعدش عني وأنا إيه ده طيب يا بنيس يا عمي بقى كفاء طيحانك بقولك يا عبدالله مين قالك بقى أن أنا أحق بل أن أكون محامي عنك يا حبيبي ليه؟ ليه يا حلمي؟ إذا أنت هتاخد أتعابك بتاع عشرة وأنت وضميرك بقى أنا راحي بمظلوم ولزيم له محامي ولا ليه يا بلبل؟ المحاميين على قافة من يشيل أخي أنا لما عجباني مجاعتك يا عبدالله ماسك سبحة في إيدة بطول وأتعامل فيها رجل دين وبتصلي وبتزكة وبتصوم وإيديك مليها الدم وقلبك مليان غل وحقت يا بقى ساحيل ما باستخنانك المكتب بالدم لو واحد فيه اللي فيه كل واحد فينا صندوق مقفور ربنا موريك اللي جواه استعى لقى أنا بكتهد بحاول يعني لو ترفج على بيدك اتعفر في سكة واسخة نظفه طوب لو قلبك سود اجليه لو لسانك اتظفر اتمضمت وربك غفور رحيم هيفضل في البلاغ طول عمره هتفضل في مكانك يا عبدالله وحتى لو خرجت من البلاغ بتعرفه في رمضان ورحمة أبوي وأم الغليل ما هسيبك جعجع وسمعني وقسم يا معلم انتوا ان شاء الله اللي هتنزلوا في الحديد لسابع أرض ده كفاء يا أولاد إخواتك اللي تجلجلوا على الاسم من شوية الله يكون فعونهم ايه شكلك اتفجأت ولا ايه؟ انت بتعرفش يا أخك هتقطع لساني ما قلتش انتوا اللي هتنزلوا في الحديد إن شاء الله لا والعيان غلابة يا عيني توتو واخدين على العز وقل الوز استنى يا فليل استنى انا جاي معاك ابقى تعال ايدك في العيش والحلاوة الموضوع عيطاول يا بولبل ما قلناك يا عبدالنة اقفل مكتب وراك عينينا نقفلوا